اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بالف خير وانتو بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيال والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو انت لست مشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعمل اشتراك للقناة وياريك كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بقى بينا دلوقتي نتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازده نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها هنا بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا الاداة او الكطعة اللي بتساعدك ان انت يتنظفي وتقطعي الخضار اللي عندك زي الفلفل او الكوسة او البتنجان بطريقة سهلة جدا وبسيطة وطبعا بيساعدك جدا في عميل المحشي وهنا هنشوف مع بعض عندنا بسكت للغسيل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار او جنب الغسالة وطريقة تثبيته بتكون سهلة جدا تقدر ان انت تحطي فيه كل الهدوم اللي تبقى محتاجة تتغسل عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا صندوق لتنظيم التوابل والصندوق ده طبعا بيجي متقسم لاربع خنات بالشكل ده تقدر ان انت تنظمي فيه الملح او الفلفل او مختلف انواع التوابل اللي بتستخدميها والصندوق ده طبعا بيكون مكاوم للرطوبة وبيحفظ لك اي حاجة او اي توابل انت تستخدميها فيه هنا بقى عندنا القطع السيليكون اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على طرف الحود واللي بدورها بتساعدك ان المية ما تنزلش عندك على الارض وان هدومك تفضل نشفى من غير ما يجي عليها اي مية وانت بتغسلي المواعين وهنا هنشوف مع بعض عندنا الفرشة الدقيقة جدا اللي بتساعدك ان انت تنظفي كل القطع او كل الحاجات اللي بتبقى عندك حجمها صغير او بيبقى فيها زوايا صغيرة بيبقى صعبة عليك تنظفها فتقدري من خلال الفرشة دي تنظفي كل ده من غير اي صعوبة بتنظيف اي حاجة موجودة عندك من لوازم المطبخ بعد كده هنا عندنا مجموعة من الكطع اللي تقدر ان انت تنظم بيها الاكسسوارات الصغيرة بتاعتك زي الحلقان والخواتم والسلاسل بعد كده هنشوف عندنا اداة للتنظيف والاداة دي بتكون مخصصة لزوايا الشبابيك طريقة تصميمها بتساعدك جدا ان انت تنظفي كل زوايا الشبابيك بكل سهولة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا عثارة للخضار والفاكهة تقدر ان انت تعملي من خلالها مختلف انواع العصير الطبيعي من الخضار او الفاكهة بكل سهولة في البيت بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم بيجي عبارة عن 3 ادوار تقدر ان انت تنظمي به مشترك الكهرباء والداري من خلاله مختلف اسلاك الاجهزة او كل اسلاك الكهرباء اللي تبقى موجودة عندك او تقدر يتنظمي عليه جهاز الانترنت بعد كده بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا الحصيرة المصنوعة من السيليكون تقدر ان انت تصفى عليها الاطباق ومختلف ادوات المطبخ بعد ما تخسليها وهي طبعا بيكون عندها كدرة عالية جدا في امتصاص اي سوائل بعد كده هنشوف معانا منظم محكم الغلق وهو بيكون مصنوع من البلاستيك بيجي متوفر معاه كوباية تقدر ان انت تعايري بيها الكمية اللي انت عايزها وطبعا تقدر ان انت تنظمي بيه السكر او الرز او مختلف البوكاليات وغير كده المنظم ده بيجي شفاف يعني تقدر ان انت تشوفي الكمية اللي موجودة عندك من اي حاجة انت منظمها بيه بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تنظمي بيه السوسات او التوابل او الزيوت والمنظم ده بيجي عندك على شكل دائري كده تقدر ان انت تحركيه بكل سهولة وتختاري منه الحاجة اللي انت عاوزها وطبعا تقدر ان انت تثبتيه عندك على الرخامة او فضلاب المطبخ دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا منظم بيحتوي على كذا رف تقدر ان انت تتحكمي في عدد الرفوف بتاعته زي ما هنشوف مع بعض كده من خلال الفيديو وطبعا حجمه بيكون كويس جدا تقدر ان انت تنظمي بيه مختلف الهدوم او اللوازم اللي بتبقى موجودة عندك في البيت وغير كده هو بيجي مزود بعجلات تقدر ان انت تحركيه بكل سهولة جوه البيت او المكتب بعد كده تعالي شوفي معايا الجهاز اللي بيساعدك على قصة الازافر او على برض الازافر بطريقة سهلة وجميلة جدا بحيث ان هو يحتفظ بكل الازافر اللي انت قصتيها وغير كده حجمه بيكون صغير تقدر ان انت تحطيه معايا في الشنطة وتقدر طبعا تفضي منه كل الازافر اللي اتبقى موجودة فيه بكل سهولة بعد كده هنا عندنا الاداة اللي بتساعدك على ازالة البزور من مختلف انواع الخضار والفكهة بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من المشابك اللاصقة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار من غير ما تحتاجي لاي مواد لاثقة او اي مصامير وتقدر ان انت تستخدميها عندك في الحمام او في المطبخ وتثبتي عليها مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بعد كده معينا منظم الاحزية طبعا المنظم ده بيجي عبارة عن كذا رفت كده تقدر ان انت تنظمني دي مختلف الاحزية بطريقة مرتبة جدا وده هيتعدك ان انت تتخلصي من كركبة الاحزية اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تنظيم بيجي مسبت عليه مجموعة من المشابك تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تعتبريه كمنشر صغير وتنشر عليه الشربات او الملابس الداخلية بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وبعد كده هتقدر ان انت تنظم عليه الشمعات او المشابك بعد كده هنشوف عندنا حامل او منظم لادوات مختلف التنظيف زي الممسحة او المكنسة وهو يعتبر من الرفوف لزيتية اللصق يعني مش بتحتاج لأي مواد لصقة عشان تثبتيها الجدار هنا عندنا الشماعة اللي تقدر ان انت تتعلق عليها الهدوم او مختلف اللوازم الشخصية الخاصة بيكي وطبعا تقدر ان انت تثبتيها على الجزء الخلفي من اي باب عندك بعد كده تعالي شوفي معايا منظم المطبخ الدوار ده تقدر ان انت تنظمي بيه مختلف انواع الخضار او الفكهة اللي بتبقى موجودة عندك او تقدر ان انت تستخدميه في تنظيم مختلف المواد الغذائية او اكياس البوكاليات وغير كده المنظم ده بيجي مزوب بعجل بحيث انك تقدر يتحركيه بكل سهولة على ارضية المطبخ بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وتقدر ان انت تنظمي عليه غطيان الحلل او البلانشة اللي انت بتقطع عليها الخضار والفكهة هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا سكين للمكارونة تقدر ان انت يتقطعي بيها عجين المكارونة باشكال واحجام مختلفة زي ما احنا شايفين كده مع بعض من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدنا ان احنا نستخدم كل سطبون اللي بيبقى متكسر عندنا او طبعا نقدر نستخدم سطبون ستالين وتقدر يتنظفي من خلالها اي حاجة موجودة عندك زي السجاد او مختلف انواع الهدوم وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم لمختلف انواع واشكال الديكورات اللي بتبقى موجودة عندك في البيت وطبعا بيكون في منه كذا تصميم وكذا لون وهنا هنشوف عندنا صندوق لتنظيم التوابل تقدر ان انت تثبتيه على اقدر المطبخ بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تنظمي بيه ست انواع من التوابل البودر او التوابل الصحيحة وغير كده كمان تقدر ان انت تنظمي بيه المعالق والشبك او السكاكين وهنا هنشوف عندنا رف تنظيم بيجي مسبت عليه مجموعة من المشابك تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تعتبريه كمانشر صغير وتنشر عليه الشربات او الملابس الداخلية بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا صبانة على شكل ورقة شجر تقدر ان انت تثبتيها على الحودة عندك وتقدر يتنظمي عليها الصبون اللي انت بتستخدميه او تقدر يتثبتي عليها لوازم تنظيف الموعين وهنا معنا الممسحة دي وهي بيبقى ليها كزا طريقة في الاستخدام تقدر ان انت تنظفي بها الجدار او الدوليب او المرايات او الشبابيك او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدري تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلات طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتو بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدر تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول التلات طرق اللي تقدر ان انت تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انت تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في اقرب وقت اسببكم في رعاية الليلة